ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مما تيسر له من الطعام والشراب ولا يرفض ما قدم له ولا يطلب ما لا يجده وقد روت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يحب الحلوى والعسل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وكان عليه الصلاة والسلام يأكل اللحم مطبوخا ومشويا فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الثريد وهو الخبذ المقطع المنقوع في مرق اللحم وربما يكون اللحم معه وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء وهو اليقطين أو القرع وقد يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نوعين من الطعام فقد شهد وهو يأكل الرطب مع ثمر القثاء ولم يرد عنه أنه عاب طعاما قط فإن أراده أكله وإن لم يرده تركه فقد روي عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل على خالته ميمونة فوجد عندها ضبا كانت أختها قد أهدتها إياه فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه فقالت إحدى النساء أخبروا رسول الله أنه ضب فلما علم ذلك امتنع عنه فسأله خالد إن كان حراما أكله فأجابه بالنفي وإنما لم يكن الضباب في بلده لذلك تعافه نفسه فأكل خالد منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على القوع حتى يظهر أثر ذلك على صوته وقد يصل به الأمر لأن يربط حجرا على بطنه ليسك تجوعه وأحيانا يمر شهرين أو أكثر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نار الطعام فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التمر كثيرا وذلك لما له من فوائد كثيرة لأن التمر يحتوي على كميات مناسبة من فيتامين سي والكالسيوم والماغنيسيوم والفصفور والحديد والمانجنيز وكلها تساعد في تحسين صحة العظام كما أن التمر يمنحك الحيوية فهو يعتبر مصدر كبير للحديد وكما أن التمر يعالج الإسهال فيمكن أن يساعد التمر على علاج الإسهال لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم وكما أن التمر يمنع من سرطان القولون كذلك التمر يعزز من صحة الدماغ فهو يساعد على تحسين وظائف المخ كما وجدت الدراسات بأن التمر مفيد في خفض العلامات الالتهابية ولكن أن التمر حلو ولذيذ إلا أن تناول التمر باعتدال ضروري لأن الاستهلاك الزائد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويمكن الاستفادة من أفضل فوائد التمر إذا كنت تستهلك ثلاثة حبات أو حبتين في اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب الأكل والشرب عندما يكون متكئا على جانبه الأيمن أو الأيصر لما في ذلك من التكبر ولا كان صلى الله عليه وسلم يأكل مما أهدي له حتى يأكل منها أصحابها وذلك لما حصل معه في الشات المسمومة التي أهديت له يوم خيبر ومات بعض أصحابه منها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأكل الطعام الساخن ويتركه حتى يذهب بخاره وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ طعامه فيقول بسم الله ويأمر من معه بالتسمية ويقول لهم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره وإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضيفا عند قوم وقدموا له الطعام فلا يخرج من عندهم قبل أن يدعوا لهم فيقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل باليد اليسرى وينهى عن ذلك وحين شكى إليه بعضهم أنهم لا يجبعون أمرهم بالاجتماع على الطعام وذكر الله على طعامهم وكان صلى الله عليه وسلم يسأل عما يقدم له من الطعام ولا يأكل إلا ما هو نافع له شكرا